قد لا يخطر على بالي أحد أننا في القرن الحادي والعشرين وما يعانيه سكان هذه الأرض خاصة المنطقة العربية جراء الحروب والأطماع تحول لكارثة لتصل لحد المجاعة والأخطر أن من يعنى بحقوق الإنسان يعلم أن الكوارث من صنع يدي إدارة بلاده وما بين الظاهر وخلف الكواليس حكاية أخرى فبعد أن تقع الكارثة تسارع الأمم المتحدة لتحصي ضحايا الكوارث كمجرد أرقام بالنسبة لها باسم الإنسانية ولكن السؤال ألم يكن الأجدى والأكثر عدلا لو أنها عملت على منع الكارثة من الأمم المتحدة التي تصل دائما متأخرة حذرت من أن أكثر من عشرين مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في اليمن والصومال وجنوب السودان وشمل شرق نيجيريا وأعلن مجلس الأمن الدولي رسميا ولأول مرة أن التهديد يرتبط مباشرة بالنزاعات المسلحة في تلك الدول وتعيق الاستجابة الإنسانية الفعالة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وبالتالي فإنهما سبب كبير في حدوث المجاعة في المناطق المذكورة ودع المجلس جميع الأطراف المعنية في النزاعات المختلفة إلى احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين وسبل مواصلاتهم ومعداتهم ويعتبر البيان الذي استند إلى مبادرة سويدية وسبقته مفاوضات صعبة الأول الذي تصدره الأمم المتحدة وتربط فيه بين المجاعة والنزاعات مجلس الأمن دعا إلى اتخاذ الخطوات العاجلة التي من شأنها السماح بتقديم استجابة إنسانية أكثر فاعلية وطبقاً لمنصق الشؤون الإنسانية والإغاثية الطريقة في الأمم المتحدة فقد قام المانحون حتى الآن بمنح 2.5 مليار دولار فقط لمعالجة الأزمة في حين تحتاج الهيئة إلى 4.9 مليارات دولار بشكل ملح لتلبية هذه الأحتياجات أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي لكن المضحك المبكي أنهم يأتون دوماً بعد الكارثة وكل ما يفعلونه ليس أكثر من ذر الرماد في العيون